بمناسبة اليوم العالمي المسرح مدينة قلعة السراغناء تحتفل كذلك بدورها بهذه المناسبة التي العالم كله يحتفل به دار التقافة قلعة السراغناء صرت واحد البرنامج وهو دورة كوينية فيها واحد اليومين لفائدة أبناء مدينة قلعة السراغناء واليوم كانت انطلاقة يوم 25 يعني يوم السبت لقاء مجموعة للشباب التي تقريبا جلهم الخارط في جمعيات وكذلك مؤسسات التي يطرون مجموعة الأساتذة هذا اللقاء الأولي سيستمر تسال غدا يوم الـ 26 مارس كذلك لدينا البرنامج غدا إن شاء الله سيكون لدينا وحد ندوى حول الفلسفة والمسرح من تقديم الدكتور أحمد طوالة وهي سيئة لها على الساعة السادسة مساءً عرض المسرحية لسي عبد الرحيم بن زبيري المسرحية من تأليف وإخراج سيحاسان لطفي فوتا هذه المسرحية للعنوان ديالها وعلش الله من هذا المنبر كندعو الساكنة دي القلعة السراغناء أنهم يزورون فضار ثقافة رغم أنه كان ترميم إلا أننا مخصين فضاء لهذه المجموعة للأنشطة التقافية ومنها هذا اللقاء التقويني وكذلك الأنشطة اللي باقي غدا نتبعوها إلى يوم 26 مارس 2017 شكرا لجميع تبارك الله لكم شكرا لكم